وهل الوطن أصبح بدعة؟ يعني أنا قرأت مقالة وأعجبتني بصراحة مش كل مقالة بس بقتبس جزء منها أنه الوطن اللي المفروض يكون فيه مقومات الحياة وليس مسببات الموت فإحنا لنا سنين كله موت بموت عداء كراهية انتقام ودائر بالدور وبيجي رئيس وبيجي بتغير وهكذا بتتاخد أشكاله ألوانه كده بس القضية ما تحلتش من الأساس ومش هتتحل لا يمكن تتحل بعيداً المسيح لأنه لا يوجد بر حقيقي لأن السلام لابد أن يبنى على البر والبر هو رجوع كل شيء إلى وضعه الصحيح قدام الله لأن كلمة بر جاي من كلمة رايت R-I-G-H-T يعني صح لأنا عاوز أنه نطور على هالفكر هاي بس بحب بعطي فرصة لكل مشاهد يمكن أنت عم بتشاهدنا وحاسس في الألم اللي أنا حاسه بالذات لبلدي يعني أنا مش بجيش نتكلم عن الشرق الأوسط كله لكن بلده اللي هي المفروض المفروض بلد المسيح مش عاوز أقول البلد المقدسة أو الأراضي المقدسة لأنه كما قال أحدهم يعني this is the most unholy holy land يعني أكتر أرض نجسة اللي هي الأرض المقدسة ولكن خليني أسميها أرض المسيح لأنه في رجاء وفي أمل ولكن أعتقد أنه اللي بيتحل عن طريق السلام بكتير أفضل وأحسن عن طريق العداء والكرهية شو رأيك في هذا الموضوع بحب بس مع رأيك